السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم حبيباتي في قناة وصفات لكم سعدت بلقائكم مجددا وأتمنى أن تكونوا دائما في تمام الصحة والعافية إذن حبيباتي في فيديو اليوم إن شاء الله جئتكم بوصفة رائعة جدا كذلك مبهرة جدا جدا وصفة هي متكاملة لشد البشرة ومحاربة التجاعد المبكرة وكذلك تفتيح وتبييد البشرة بالإضافة إلى أنها تعمل على إزالة التصبغات مكونات الوصفة بسيطة جدا وفي متناول الجميع إذن قبل أن نتعرف على الوصفة أتمنى منكم حبيباتي أولا أن تدعموني بالضغط على زر لايك هذا لتشجيعي لإعطائكم المزيد من الوصفات والخلطات المجربة والمضمونة كذلك إذا كنتم أول مرة تزورون قناتي لا تنسوا الاشتراك كذلك لا تنسوا تفعيل زر الجرس حتى تتوصلوا بكل ما هو جديد ولكم مني دائما جزيل الشكر إذن أول شيء سوف نقوم به قبل ما نقوم بعمل الماسك ألا وهو يعني دائما لكي تنجح لنا وصفات التبييد فضروري جدا يعني تقشير البشرة وإزالة الخلايا الميتة منها وذلك عبر استخدامكم لمقشر يناسب نوع بشرتكم اليوم سوف أتشارك معكم مقشر رائع جدا بل وممتاز أيضا المكونات هي في متناول الجميع بالنسبة لهذا المقشر سنستخدم هنا مقشر السكر حبيبات السكر سواء كان متوفر لديكم السكر الأبيض أو السكر الخشن يعني استخدموا أي نوع متوفر لديكم كذلك أنا هنا سوف أستخدم زيت اللوز الحلو ممكن أن تستخدموا أي زيت متوفر لديكم يعني لا تتقيدوا بزيت اللوز الحلو استخدموا سواء زيت جوز الهند أو زيت الزيتون أو حتى كذلك زيت الورد يعني استخدموا ما هو متوفر لديكم لدي هنا تقريبا مقدار ملعقة كبيرة من السكر الخشن الأبيض كما قلت لكم ممكن أيضا استخدام السكر البني سأضيف هنا تقريبا مقدار ملعقة هكذا من زيت اللوز الحلو وأبدأ في دمج هذا المقشر الرائع الذي سوف نستخدمه على بشرة الوجه لأنه سوف يزيل كل الخلايا الميتة التي تكون عالقة في البشرة والتي يعني تحد لنا يعني دون نجاح الوصفات لذلك ضروري جدا أول شيء وأول خطوة أن نقوم بعملها ألا وهي المقشر لأن لا بد من تنقية البشرة أولا بعد ذلك سنقوم بودع الماسك نأخذ هذا الماسك بهذه الطريقة ونقوم بتمريره هكذا بعمل حركات دائرية على كامل بشرة الوجه فهذا الماسك أيضا سوف يعمل كذلك على تبيض البشرة لماذا؟ لأن السكر هو مبيض وكذلك زيت اللوز الحلو هو مبيض وكذلك مقشر بالإضافة إلى أنه يعمل على ترطيب البشرة نقوم بعمل يعني فرق يعني البشرة أي بحركات دائرية تقريبا لمدة تتراوح إلى خمس دقائق بعدها سنقوم بشطف البشرة بماء دافئ فقط يعني لا نقوم بغسلها بالماء البارد بل بماء دافئ لكي تتفتح المسامات ثم يعني تستعد البشرة للماسك بعدها سنمر للماسك الموالي إذن كما قلت بالنسبة لهذا الماسك وكأول مكون سوف نحتاجه في هذه الوصفة بطبيعة الحال يعني المكونات متوفرة في كل بيت ألا وهو الحليب المجفف أو الحليب على شكل بودرة أو ما يسمى كذلك بنيدو ممكن هنا استخدام حتى حليب الأطفال لماذا؟ لأنه يكون غني جدا بفيتامينات وكذلك معادن ويعطي نتائج جيدة لبشرة المرأة فالحليب المجفف هو متوفر في كل الدول العربية أول شيء هنا بنسبة للكمية تبقى اختيارية أنا هنا سوف أضيف تقريبا مقدار ملعقة كبيرة هكذا من الحليب المجفف أو الحليب يعني بودرة كما قلت لكم بإمكانكم هنا مضاعفة الكيمية لأن هنا الحليب المجفف يعتبر كقابل للمسام يشد البشرة ويعمل على ترطيبها ويزيل التصبغات بكفاءة عالية جدا يعني كما قلت هنا ممكن استعمال يعني الكيمية التي تريدونها لأنه بالنسبة لهذه الوصفة ممكن يعني إذا تبقى لديكم منها ممكن احتفاظ بها في التلاجة وتستعملونها في اليوم الموالي بالنسبة للمكون الثاني سنحتاج هنا إلى العسل العسل الطبيعي هنا العسل مكون رائع جدا يعالج أغلب المشاكل في البشرة بخصوص كذلك التجاعيد يعالج التجاعيد أو الالتهابات وكذلك بالنسبة للبشرة الشديدة الجفاف التي تعاني من القشور فالعسل هو مرتب رائع جدا ومن المواد كذلك الطبيعية التي تعتبر مضادة للأكسادة إذن هنا سوف نقوم بإضافة تقريبا مقدار ملعقة صغيرة هكذا من العسل سنضيفها إلى النيدو أو الحليب المجفف بهذا الشكل لأن هذه الكيميا من العسل فهي سوف تكفينا في الوصفة أما بالنسبة للمكون الثالث في الوصفة سنحتاج هنا إلى ماء الورد ماء الورد هو غني عن التعريف فهو من أحسن ما يمكن استعماله لمحاربة التجاعيد كذلك لقبض المسام ولترطيب البشرة هنا سوف نقوم بعمل كيميا محددة سنضيفها إلى الحليب المجفف أو الحليب على شكل بودرة ونستمر في دمج العناصر إلى غاية ما نحصل على القوام الذي نريده هكذا نخلط جيدا المكونات مع بعضها البعض حتى نحصل على قوام متجانس هنا ممكن أن نضيف المكون الآخر والأخير وهو يكون اختياري ألا وهو عصير الليمون عصير الليمون أول شيء لا ينصح باستعماله لدوات البشرة التي تكون حساسة أو لدوات البشرة التي تكون جافة جدا سوف نقوم هنا بإضافة تقريبا مقدار ملعقة صغيرة هكذا من عصير الليمون الحامض كما رأيتم هنا يعني أي مكون يحتوي على فيتامين سي فاعتبروه مرتب قوي للبشرة وعلى الخصوص عصير الليمون الحامض إذا كان هذا بالنسبة للخلطة فعصير الليمون هنا رائع جدا جدا كما قلت لكم إذا لم تستعملوا هنا عصير الليمون الحامض لأنه اختياري ممكن أن تضعوا هذه الوصفة يعني لدوات البشرة الجافة وكذلك الحساسة أيضا إذا استعملتم عصير الليمون الحامض فسوف تكون رائعة لدوات البشرة الدهنية بالنسبة لطريقة استعمال الوصفة أول شيء يعني جميع الوصفات التي تعمل على تبيض البشرة لكي نحصل على نتائج جد جيدة كما قلت لكم في الأول فضروري أن نقوم بعمل المقشر كما رأيتم قمنا بتحضير مقشر السكر مع زيت اللوز الحلو الذي يمكنكم هنا تعويض هذا الزيت بأي زيت متوفر لديكم التقشير هو أو هي يعني عملية التقشير خطوة أولى تليها عملية الماسك بالنسبة لهذا الماسك نفرده دائما على بشرة تكون نظيفة نفرده على بشرة الوجه كذلك بشرة الرقبة دائما بداية من الرقبة لا ننسى الرقبة حتى نتحصل على بشرة يعني موحدة بين بشرة الوجه كذلك الرقبة هذه الوصفة تضعونها أيضا حتى على منطقة تحت العينين أي منطقة العالات السوداء نوزع الوصفة بشكل متساوي نركز بالخصوص على المناطق التي قد تظهر فيها كذلك التجاعيد المبكرة ونتركها على الوجه لمدة 20 دقيقة إلى تقريبا نصف ساعة عندما نلاحظ بأن هذا الماسك بدأ يشد الوجه وبدأ يجف سنأخذ أطراف الأصابع يعني أول شيء كما قلت لكم نفرد هذا الماسك هكذا فهو يكون على شكل كريمة نفرده على كامل بشرة الوجه وكذلك الرقبة هذا الماسك إذا تبقى لكم منه فممكن كما قلت لكم الاحتفاظ به في التلاجة أو ممكن أيضا وضعه على اليدين كما قلت لكم نتركه تقريبا إلى غاية ما يجف ثم نقوم يعني بعمل حركات هكذا دائرية حتى نقوم بتقشير وإزالة الماسك يعني عن كأننا نقوم بإزالة مقشر ومن ثم سنقوم بتنظيف البشرة بماء فاتر ثم بالماء البارد وتليها المرحلة الأخيرة وهي مرحلة مهمة جدا ألا وهي مرحلة الترطيب فأنا دائما أنصحكم بعمل مرتب وراء جميع الوصفات أو الماسكات وبالخصوص سواء كان كريم يعني تستعملونه بشكل يومي أو زيت فأنا أفضل دائما زيت جوز الهند لأنه بالفعل يستحق التجربة والمداومة عليه لأنه فعال في إزالة التجاعد والقضاء عليها وكذلك يعمل على شد بشرة الوجه إذن كانت هذه وصفتنا لليوم أتمنى أن أكون قد أفدتكم بها إذا أعجبكم هذا الفيديو طبعا لا تبخلوا علي بالضغط على زر لايك ومشاركة الوصفة مع الأصدقاء حتى تعم الفائدة إلى هنا وصلنا للنهاية الفيديو اليوم دمتم في أمان الله وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر